بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة عندنا درس خفيف ودائر اشرح فوقه كيف تزح الاعلانات المزعية في نافذة الويندوز يعني مثلا لو لاحظنا ده اعلان او نوتيفيكيشن بتاع انتي فيروس كل ما اخد فترة زمنية محددة بيظهر 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 بيقوم مزعي وبنفس الطريقة في اعلانات تانية مثلا قاعد تكون من جوجل كروم او قاعد تكون من اي متصفح بتظهر معاك او اعلانات بتظهر معاك او نوتيفيكيشن بتظهر معاك من خلال الابليكيشن طيب بعمل شنو انا عشان اشيل كل الاعلانات دي او عشان اشيل الاعلانات الانا ما عايزة طيب اجي هنا لقائمة start يا اما اختار settings من هنا او اكتب SEWING settings واضغط انتر بتفتح معايا الواجهة دي فاول ما فتحت معايا الواجهة دي فيها مجموعة من الحاجات انا بخصني هنا system display sound notification power يعني بخصني الحاجة دي اقوم اضغط هنا بتفتح معايا الواجهة دي طيب بجي هنا تحت بنزل تحت لنوتيفيكيشنس and actions بضغط عليها اول ما ضغط بتفتح معايا الواجهة دي خلاص فتحت معايا الواجهة دي ما في محكلة بعد كده بجي هنا دي انواع ال notifications اللي انا ما عايزة لانا ما عايز اي notification او ما عايز اي اشعار ما علي الا امسك ديال واحد واحد واغفلهم هيا اقول له كل النوتيفيكيشنس دي ما عايزة هيا اقول له النوتيفيكيشنس دي ما عايزة مثلا عندي ال notification او الاشعار بتاع المكافي بلقاو هنا بمجرد ما انا قفلت فوق هنا تقفلوا عندي كلهم الابس لكن اذا انا عايز اكفل واحد واحد اجا اقول له مثلا بتاع المكافي ده انا ما عايزه ما حايزه عندي تاني في برضو notification بيظهر معاي بتاع لينوفو باكفله برضو عندي ال google chrome ده بنزل يعني اعلانات كده مزعجة جدا يعني احيانا ممكن نجيب لك صور فاضحة او حاجة انت ما عايز تشوفها يعني ده اهم حاجة انك تقفله يعني تقول له كده اوف كده خلاص انتهيت اوف لو قفلت ثاني ال notifications اللي انت ما عايزة ما حاجيك ثاني فطيب كده عرفنا كيف نقفل يعني كل الاعلانات الان احنا ما عايزنا انا عندي مثلا في بعض ال notifications انا عايزة دي اصلا ما حاجيك اقفلها فدي انا عايزة انت ما عايزة ما عليك الا تنزل تحت تشوف نوع الحاجة اللي انت ما عايزة وتقفلها مثلا حق الاكس بوكس ده انا ما عايزه اقول له اوكي Microsoft اقول له اوكي كده خلاص انا ما عايز اي notifications او ما عايز اي اعلانات كده ما في اعلان بيظهر معاي طيب دي الطريقة بتاعتي يعني قفل الاعلانات وبين كده اكون وصلت لنهاية الدرس ما تنسوا الما مشترك يعمل اشتراك وشيروا الفيديو برضو على نطاق واسع لاصحابكم حتى لو انت ما محتاجوا عسى ولعل غيرك محتاج يعني للحاجة دي واخر حاجة ما تنسونا من صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة